السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة السلم تعقيد وان شاء الله نهاردة مكاملين في سلسلة المراجعة النهائية لمحوري فبرو اير ومارس نزلنا على قناة مراجع العربي كامل بحل امتحانات وانجلش بحل امتحانات ملخص يعني مش حل بس امتحانات بنلخص المقرر اللي اخدناه وكمان دراسات الملخص وحلال امتحانات والعلوم نفس الحكاية المقرر كامل ملخص لي وحلال امتحانات يبقى عربي وانجلش ورياضيات وعلوم ودراسات خمس مواد والنهاردة لمدى ستة ان شاء الله حنراجع برضو عن المحاور المحاور الاول هو التصادم والمحاور التاني هو اللي هو الطاقة والاجهزة تمام دول المحاورين بس اللي عينينا في الساينس اللي هو التصادم وانتقال الطاقة بين الاشياء والحاجات التانية اللي هي يعني الاجهزة والطاقة وعازم نعرف المدخلات والمخرجات تمام هنبدأ ان شاء الله في الاول هنلخص المحاور الاول اللي هو بتاع اللي هو الطاقة والتصادم هنلخص وبعد ذلك هنحل الانتحانات انت مش بحتاج حاجة غير كده خالص الناس اللي عايزة الشرح اللي فات هسيب لكم الشرحة في الوصف تحت اللينكيات كلها تمام آآ حن حنراجع الاول على المحور الاول بسرعة عشان نفتكر الحاجات اللي فيها وبعد ذلك نحل اللي عليها علشان ان شاء الله مش لا تخلو لا هيخلو المتحان من ايه من الاسئلة دي هاختفي لك عشان تركز في كده كويس عشان ايه تركز في المحتوى هنحاول بس نتكبر صورة شوية نعمل زوم تماما اتوكلنا عن الله بقول لي يعني فكر كعالم يعني ايه بقولي التصادم هو آآآ تصادم الاشياء او احتكاك الاشياء ببعضها اي اي جسمين يحصل لهم احتكاك ببعض اسم تصادم طيب نمبر ايه بكلمة دي يعني بقولي التصادم بيأثر على الاتجاه تمام وعلى السرعة على الاتجاه وعلى السرعة نمبر ثري بقول لي فنكش فنكش يعني وظيفة بقول لي ات كيبس اور باديز فروم موفينج فورورد ودي جاي في المتحان ان شاء الله بقول لي ايه هي الاداة اللي بتحفظ اجسامنا من الحركة الامان خدناها طبعا سي بلت يعني ايه يعني حزام الامان احنا بنستخدمه two keep our bodies from moving forward عشان العربية لما حد يضرب فرامل تمام ما تدخلش لقدام بالإزايز طيب نمبر two airbags airbags طبعا الوسادة الهوائية cars safety equipment يعني معدة الامان في السيارة مهمتها ايه الفنكشن بتاعتها it slows down the speed of the person moving forward and observes the energy of the cars impact يعني بيقول لي بي تمتص او بتقلل السرعة بتاعت الشخص اللي هو سائل عربي بدل ما يخبط فيه الجزء قدام ولا هي بتنتص الصدمة تمام observe observes يعني تمتص الطاقة بتاعت مين بتاعت التصادم وبعد كده الراجل ايه او الشخص ده ايه بينزل يبقى عندنا اتنين two equipments معدات امان مهمين جدا جدا وجه في الامتحان ان شاء الله بعد فيها بقول لي factors if affect the kinetic energy of moving object تمام طيب تعال نشوف الطاقة بتروح فين الحركية عند التصادم بقول لي the mass of the object يعني ايه يعني كتلة الاشياء كتلة الاشياء المتصادمة دي بتأثر طبعا على الايه على التصادم تعال نشوف ازاي بقول لي when the mass of an object increases its kinetic energy increase القوان ده مهم جدا جدا بقول لي عندما تكون الطاقة او الكتلة للشيء الهي تصادم ده تزيد عندما تزيد الكتلة ها تزيد الايه تزيد الطاقة الحركية يعني مثلا مثلا لو عندي عربية truck كبيرة شاحنة وعند عربية صغيرة تمام والاثنين بتحركوا بنفس السرعة فاكيد الشاحنة الكبيرة بتاخد ايه تديني طاقة حركية تديني kinetic energy اكبر طبعا من الصغيرة تمام when the mass of an object increases its kinetic energy increase عندما تزيد الكتلة كلمة ماس معناها كتلة للاشياء تمام اللي يحصل لها الطاقة الحركية بتزيد so لذلك the damage during collision increase يبقى الخسائر هنا هتكون زيادة تمام كلما كانت الكتلة اكبر السرعة بتزيد والخسائر بتزيد طيب وين الناحية دي بقى when العكس بقى when the mass of an object decreases عندما تكون الكتلة صغيرة its kinetic energy decreases كتلتها او طاقتها الحركية المنتجة الناتجة منها هتكون ايه هتكون قليلة so the damage during collision decreases يعني الخسائر او الاستضاب هيكون ايه هيكون قليل جدا يبقى خد بالك عشان القانون دول ان شاء الله جاي في الانتحان اللي هو كتلة الايه كتلة الاكسام الكتلة تزيد the mass increase يبقى kinetic energy increase يعني ايه الكتلة بتزيد الطاقة الحركية بتزيد تمام وكمان الايه الكولوجين والدمج increase بزيد طيب number two the mass decrease لما الكتلة بتقل kinetic energy برضو decrease علاقة طردية الاتنين بيطلع مع بعض ونزل مع بعض so and كمان اللي بيحصل الدمج بيحصل له decrease يبقى الكتلة بتزيد يبقى السرعة الحركة الطاقة الحركية بتبقى اكبر والخسار اكبر الطاقة بتقل يبقى الطاقة الحركية والخسارة تبقى ايه اقل تمام قوان دي مهمة جدا جدا تاني حاجة بتتوقف عليها الكولوجين احنا اخدنا اول حاجة كتلة يعني ايه يعني كتلة الاشياء في حاجة تاني بتأثر على 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 تصادم number two the speed of object سرعة الاشياء طبعا حاجة مهمة جدا جدا السرعة when the speed of an object increase its kinetic energy increase نفس الحكاية عندما تزيد السرعة بتزيد الطاقة الحركية so لذلك the damage during collision increase نفس الحكاية هناك كانت الكتلة بتزيد يبقى الطاقة الحركية بتزيد وخسار بتزيد نفس الحكاية هنا السرعة بتزيد يبقى الطاقة الحرارية اللي هي kinetic energy الخسائر برضو بتزيد تمام طيب number two when the speed and object decrease دم السرعة بتقل بتاعت الشيء المتحرك ده الطاقة الحركية هي كمان بتقل علاقة ارضية so the damage the damage during collision of decrease برضو الخسائر بتبقى السرعة العالية يبقى القوانين دول مهم جدا ايه هي العوامل بقى اللي هي الفاكتورز العوامل اللي بتوقف عليها الايه? الكلوجين تمام هي number one mass number two speed تمام ممكن ديه في الاختيارات تمام الماس والspeed mass increasing يبقى kinetic energy increasing and damage increasing number two speed number two the mass decrease يبقى الكنيتيك energy decrease and damage decrease number two speed when the speed of object and object increase يبقى الكنيتيك energy increase and damage decrease number two لما تكون ال speed decrease يبقى ال damage decrease and kinetic energy decrease تمام اقولها بالعرض بقى يعني لما الطاقة الكتلة بتزيد بتزود معها الخسائر وبتزود معها الطاقة الحارية لو بتقل بتقلل معها الطاقة الحارية وتقلل معها الخسائر والسرعة كمان لو زادت بتزود معها الخسائر بتقلل معها التصادم طيب هنا the angle of the ram يعني ايه دي اسمها زوجة المنحدر خدناها واخدنا عليها كتير جدا في الماث تمام تجارب في الكتب ده ايه المنحدر زي ما انت شايف كده في الرسمة دي المنحدر هنا ايه اقوى من الرسمة دي تمام يعني ايه اقوى يعني الميل بتاعه واخد عمودي اكتر من ايه من الرسمة دي فهنا السرعة بتاعت الاشياء دي تمام او القرات دي هتبقى اسرع من هنه faster than this تعال نشوف the angle of the ram increase نفس الحكاية عندما تكون زود الانحدار عالية او كبيرة the kinetic energy of an object increasing يعني ايه القوة الطاقة الحركية بتاعة الاشياء دي حتزيد and its speed increase ركز معايا في القانون ده مهم جدا جدا يعني ايه لما البص معاك ده اظهر لك تاني بص معاك ده هنا بقول لي انت شايف الرسمة دي بقول لي ده انت شايف الرسمة دي بص كده استهم ده المنحدر ده عمودي شوية فخاصة شوية هكون هنا وهنا واخد بل بسيط هنا اللي هيحصل هنا بقول لي خد بالك لو the angle of ram increase يعني لو زود المحار دي كبيرة زي ما انت شايف كده اللي هيحصل number one kinetic energy increase الطاقة الحركية بتاعة الشيء ده هتمشي اسرع تبقى اسرع تمام number two السرعة كمان بت ايه بتزيد تمام يعني وانا جبت السورتين دول في نفس بعمل تجربة دي ورميت الكرة دي من فوق من هنا ورميت دي من هنا تمام اللي هيحصل الكرة دي هتوصل قبل الكرة دي number two الكرة دي هتدفع الكرة اللي تحت دي مسافة اكبر من الكرة دي ليه احنا قلنا حاكتين بيحصلوا لما منحضر بزيد اللي بيحصل increase the kinetic energy الطاقة الحركية بتزيد and speed increase والسرعة بتاعتها بتايه بتزيد مهم جدا جدا القوانين دي تمام وكل الامتحان هيجي عن طريق صح وغلط وهيجي عن طريق اكمل طيب هنا بقولي during collusion خلال التصادم عندما يحصل التصادم او خلايا تصادم الطاقة الحركية يحصلها ايه بتنتقل بين الاشياء and part of it is converted into sound light or heat energy القانون ده مهم جدا جدا بيقولي ايه خد بالك خلال الاصطدام يعني مثلا انا مثلا هقول لك مثال مهم جدا جدا فاكر فيلم ظرف طورة بتاعة احمد حلمي تمام لما كان ماسك الورد وبيجري وراء آآ البطل كان كان مين مش فاكر آآ ما عليني بيجري وبصلها فخبط مرة واحدة فين في اليفطة تمام بتاعت الايه اللي موجودة على التراك ايه اللي حصله ايه اللي حصله وقف طب هو هنا بقولي في القانون ده هو اتقل اللي كان بيجري بيها احمد حلمي ده راحت فين طبعا احنا هتقول ان هي خلصت لا هو بقولك انا لا خد بالك خلالات اصدام ده اللي حصل تحولت بس ما خلصتش لا تفنى اما ايه اللي حصل لها تحولت بين الاشياء تنقسم الى اشياء ها تنقسم الى او تحولت الى صوت فين الصوت ده لما خبط احمد حلمي مسلا في اليفطة عمل صوت بوم ده كده نمبر اون نمبر تو لايت لايت يعني ايه يعني الضوء او الايه تمام طاقة ايه طاقة دوقية طاقة حرارية تمام صوتية او حرارية تمام يعني ايه الحرارية الخطة طبعا دي بتعمل ايه بحصل عنها احتكاك فبيحصل ايه فالطاقة اللي هو كان يمشي بيها اللي هي كنتك انرجي توزعت على حاجات على حرارية احتكاك التانية على صوتية عمل صوت والتالتة على ايه بيديني صوت بيديني طاقة حرارة كنتك انرجي ليه للشيء المصدوء طيب هنا بقولي some energy is lost in between cradle including طبعا نيوتن cradle including بقولي بعض الطاقة المهدرة في بندول بندول نيوتن طبعا انت عارف بندول نيوتن خدناه في الساينس هجيبك صورته هنا على جوجل بسم الله الرحمن الرحيم شدي كده بسم الله الرحمن الرحيم هنكتب نكتب هنا كده اه 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 بندول نيوتن تمام ده صورته ايه علاقته ده بالطاقة نجيب الصورة دي احسن اللي فيها حركة ايوان دي دي بص كده معي شايف الصورة دي دي اسمها ايه دي باندول او 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 اه اه انا عاد الصورة يكون فيها حركة ايوان دي بص كده تعال نقرأ التعريف ونرجع هنا تاني عشان اه تبقى بالنسبة لك واضحة هنا بقولي ايه هنفقد في الطريق طيب تعال نكده نمبر وا نمبر ون تشينجين سام اوف ذا كيني تك انرجي انتو ساون يعني بعض الطاقة الحركية دي بتحول الى طاقة ايه طاقة صوتية ازاي تعال نبص البنادول كده لما انت ترمي هاي الكرة دي ترميها في البنادول عشان تخبطت كرة تانية بتعمل صوت الطاقة دي القوة اللي انا خبضت بها اللي خبضت بها الكرة دي تمام بتقل ليه بتقل عشان هي في جزء منها فقد في صورة الصوت تمام انت لو رميك الكرة كده هتبقى ترجح شوي با كده هتوقف بتروح فين هي التطاقة ما خلصتش تمام ايه اللي حصل لها اول حاجة تحول لها تحولت لصوتية هو ايه خبطة الكرات في بعضها طيب تعال نشوف نهو اول ايه تاني نمبر تو بقول لي بعض الطاقة او هدرت في الحركة او في التصادم بين مين؟ بين الخيط والاجزاء الاخرى اللي في البندول. تعال نشوف كده؟ البندول. تمام؟ يعني الخيط يخبط في الخطة التانية وبيخبط في الكرة التانية ممكن يخبط كمان في الاجزاء الخارجية فبرضو انتقل جزء من الطاقة الحركية الى ايه؟ الى الخيط والاجزاء الاخرى يعني ايه؟ بعض الطاقة يهضر عند ارجحة الكرة في الهواء لما الكرة في الهواء كده بتتحرك بينتص منها بعض الطاقة يبقى الطاقة مالها وبقول لي الطاقة مش مهضرة خد بالك اما المالها تتحول الى طاقات اخرى تمام؟ يبقى لو جاب لي في المتحاني يقول لي تمام؟ ايه هو؟ هيقول لي مثلا الطاقة في بندول بندول نيوتن مالها مهضرة؟ هقول له لا طبعا هنا بقول لي يعني ايه؟ ما بتفناش تمام؟ لا مش بتخلص الطاقة بتاعة الحركية بحصل لها ايه؟ بقول لي الطاقة الحركية اللي قبل التصادم تبقى هي هي اللي ايه؟ زي سيم سيم بعد الايه؟ بعد التصادم خد بالك عشان ممكن تجي في المتحاني يعني ايه؟ اختياري او صح وغلق؟ يعني الطاقة اللي قبل التصادم هي هي بعد التصادم تب تروح فين؟ قلنا بتحاول لصوتية او حركية او حرارية زي ما احنا شفنا قبل كده طبعا هو دي الجزء الاول ده كل اللي مطلوب منك تعرف المث mt object و speed object بتاثر عالكلوجين الخصوط الخصوط وتعرف كمان اني الكينتك انرجي مش مش بتتفنى اما اللي بحصل الله هيحصلها confirm ل sound or heat or friction بحصل لها ايه؟ تحول الى صوتية او حرارية او ضوئية او حركية لِجِسِم الاخره تمام؟ طيب هنا بقول لي مراجعة الاسئلة الاستية مش هيخلق من نهل امتحانة على الجزء ده. بركز معي هنحلها وبعد ما نخلص ان الاسئلة تانية عندك وحلها تمام و لو فيس ارواف معك هاتي الفيديو تاني وكمل. طيب هنا بقول لي اكمل هنا بقول لي جاب يعني ايه بقول لي هي الاداة اللي بتفتح تمام عنده التصادم طبعا هي مين ها ال اير باكز يبقى هاتيب هنا ايه ال اير باكز تمام طيب وين كولوجين بتو موف موفين باديز هابنز لما يحصل تصادم بين جسمين اه متحركين اللي بيحصل نقط انيرجي از ترانسفرد بتوين ذي اللي بيحصل ها يبقى اقول له كينيتك انيرجي از ترانس اتطاق الحركات تنتخل بينهم عشان كده تصادم لما يكون عربية بتمشي بسرعة اه كبيرة والعربية التانية بسرعة اقل العربية الكبيرة دي بتايه بتسبب خسائة دامج للعربية التانية ليه لانها الطاقة بتاعتها انتقلت لها الحركية والسرعة كلها انتقلت لها يبقى ايه يبقى بتنتقل ايه بتوين ذي بينهم وبين بعضهم طيب خلال التصادم اللي بيحصل نقط النقط انيرجي او بتديوس طاقة نقط بيحصل اللا هاي انتاج لازم تعرف الترجمة عشان تعرف تحلي تمام خلال التصادم هاقول له يعني ايه خلال التصادم بيحصل طاقة صوتية وطاقة حرارية خلالتصادم زي يعني تكون بتصحيح الايه الكلمة اللي تحت الايه غلط. طيب هنا خليل التصادم. نترجم بقول لي خليل التصادم. الكتل الصغيرة للاشياء تسبب في خسائر عديدة دي الاشياء المتصادمة. طبعا لا مش هحط هنا مكانها لاني احنا قلنا كلما زادت الكتلة زاد الخسائر والسرعة. بحط هنا ايه مور. تمام? طيب. بقول لي السرعة ما بتنتهيش. هي السرعة هي اللي بتحول من طاقة لاخرى. لا مال مين ها? الطاقة لا تفنى ولا تتحدث من العدل. يعني انا احشيل سبيد وحط ايه? هنا. put true or false. وين. فاست موفين كور. هتس ترافك سين. بقول لي عندما عربية سريعة. تمام? هتس تخبط سين ترافك. اشارة المرور. اول اتس انرجي ولي تترانسفير. تو ذا ترافك سين. بقول لي كل ايه الطاقة بتاعتها حتنتقل لشرة المرور كلها هتنتقل طبعا هنقول ايه صح ولا غلط طبعا لا طبعا الطاقة مش كلها اللي نتقل نحن قلنا جزء منها بينتقل وجزء تاني بيحصله تمام بيحصله اهدار يبقى قلله ايه هنا ايه 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 يعني بقول لي عندما تكون الكتلة للاشياء بتزيد كتلة الاشياء هل الطاقة الحركية بتزيد اه طبعا داخلون مهم جدا جدا وقلناه تمام اختار الجاب الصحيح بقول لي عندما سيارتين يتحرك في اتجاه هنا معناها اتجاه معاكس اللي بيحصل تصادم بيكون مالو لما يكون عربيتين بيمشوا في اتجاه معاكس وفي تصادم اللي يحصل بيقول لي الطاقة بتاعة العربية السريعة تمام اكبر وتسبب في خسار اكبر ولا الطاقة بتاعة العربية السريعة اصغر وتسبب خسار اقل طبعاكس طبعاكس اتجاه 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 مخالف طبعاكس المكينتك energy of vehicles increase when its mass and speed increase لما السرعة بتزيد و الكتلة بتزيد بعد كده بقول لي choose from column b what suit in column a اختار من العمود الاول اللي نسبه العمود التاني هنا بقول لي when two cars moving in the same direction يعني عندما سيارتان يتجهان او يتحركان في نفس الاتجاه the same direction يعني نفس الاتجاه التصادم ضبع بيكون ايه لازم اجيب الاختيارات من الاول انت كمل شوف ايه اللي يمشي معاه لما سيارتان يمشوا في اتجاه مباشر التصادم بيكون قيادة سريعة ملهاش علاقة cars tires بيكون الاطارات العربية ملهاش علاقة بيكون seat built حزام الامان ملهاش علاقة less damage occurs يعني ايه بعض الخسائر او خسائر اقل ولا more damage occurs ولا خسائر ايه عالية ولا no damage occurs لا طبعا لما يكون عربيتين ماشيين في اتجاه واحد فهنا الخسائر بتبقى اقل تمام لانهم الطاقة كلها مش هتكون منتقلة جزء منها هو اللي هنتقل يبقى انها قوله ايه يعني ايه يعني بعض الخسائر او خسائر اقل اللي بتحصل لانهم ماشيين في اتجاه معاكس العكس بقى when two cars moving number two when two cars moving in opposite direction called يعني بقول لي لما عربيتين بمشوا في اتجاه معاكس وحصل لهم تصادم اللي هيحصل طبعا عكس الاولى يعني خسائر اكتر هي اللي بتحصل طيب number three from the safety equipment in the car من معدات الامان في العربية من هي طبعا معروفة seat bells طبعا هنا حزام الامان طبعا يعني بقول لي من العناصر التي تسبب خطر اثناء driving car ايه هي العوامل اللي بتخلي الخطر كبير اثناء قط السيارة هقوله طبعا مين الاطار السيارة ولا طبعا ال fast driving القيادة السريعة الااطارات مناش حاجة مناش علاقة انا وعندي اطارات اي ان كانوا ماشي برحتي مش علاقة تمام يبقى دا الحل تمام نكمل بقول لي هنا if two cars covered two hundred forty kilometers to reach their destination the yellow car took two point five hours to arrive and the green car took three hours to arrive ايه معنى السؤال ده بقول لي لو في عربيتين تمام هاي يوصلوا حيمشو هم الاتنين عايزين يوصلوا مسافة ميتين واربعين كيلو متر هم الاتنين انطلقوا من نفس البداية المسافة اللي هيوصلوا لها محتاجة ميتين واربعين كيلو متر يمشي هم الاتنين واربعين كيلو متر العربية او السيارة الصفرة وصلت بعد 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 ساعتين ونص تمام والسيارة الخضرة وصلت بعد ايه ثلاث ساعات بقول لي number one calculate the speed of the yellow car ده قانون السرعة تمام احسب ازاي بقى هه calculate the speed of the green car طبعا السرعة تم مختلفة ليه لان العربية دي اتخذت ساعتين ونص هات وقت اقلم الساعة من العربية الايه التاني يبقى انا هحسب ازاي طبعا بحسب باخد المسافة بتساوي الكيلو مترات المسافة الكلية على الزمن المستقر ده القانون بتاعها يبقى هقسم ايه هقول له هجيب هنا القلم هقول له هقول له العربية دي تقت كام هقول له two hundred forty ده القانون بتاع السرعة عشان احسب السرعة بتاع العربية هه هي وصلت في كام وصلت في two point five تمام two point five طبعا انت اخدت القسمة في الماث تقسم ده على ده حيدي لك رقم تمام حيدي لك رقم تقريبا ادي اتناشر خلي احسبها لك كده بالماث خليني احسبها لك نطلع بره من دي ونجيب الوايد بورد احنا بقولي كام بقولي two hundred forty وبعدين هعمل علامة الاسمة طبعا و ممكن نعملها قصمة طويلة او لو انت معك لا حسبة ومش عايز اضيع وقت هتقسم الايه هتقسم المتين two hundred forty تمام twenty five حيديك ايه حيديك تقريبا السرعة الاولى تبقى كام تاري ninety six تمام ninety six والعربية التانية نفس الحكاية حقسم برضو two hundred تمام forty لألم فين يبقى سرعة العربية الاولى هقوله two hundred forty وهنا two point five تمام والعربية التانية الخضرة هقوله two hundred forty على السرعة بتاعتها اللي هو المسافة على مين على السرعة المسافة على الوقت هيتديني مين هيتديني السرعة دي هتتقريبا هتتديني كام هتديني دي تمانين كيلو متر في الساعة تمام ودي هتديني ninety six ده هعرف منها ايه هعرف منها السرعة العربية بجيبها ازاي تاني هل لها قانون او هتقسم المسافة على الوقت اللي قطعته العربية المسافة اصلا الاتنين مئتين واربعين دي اخذ كام خيات ساعتين ونص ودي اخذ هتقسم المسافة على الساعة هيتديك الوقت وهنا برضو نفس الحكاية تمام نكمل بقول لي يعني ايه بقول لي اعلم صح او غلط من خلال السرعة اللي فوق او القانون اللي فوق ده عرفني هنا هنا السيارة الخضرة وهنا انت شايف ايه من اللي وصل اسرع طبعا اليالو كار تمام اخذ تمانين دقيقة والعربية الصفرة اخذ ستة ودسعين دقيقة يبقى مين اللي اسرع اكيد هتكون بدعة مين اكبر اكيد السرعة هتكون اعلى فين في الجرين كار تمام طيب التطقة الحركية احنا قلنا ايه كلما زادت السرعة زادت الايه التطقة الحركية تمام المحرك السيارة طبعا ما هي وصلت اسرع يبقى اكيد هو اكبر قوة يعني الوقود استهلاك الوقود مين اللي هتاخد اكتر اكيد طبعا كل المحرك يزيد والكتلة يزيد يعني مثلا قلت لك لو عندك عربية شاحنة كبيرة وعربية صغيرة والاثنين هتطعوا نفس المسافة ده هتمشي خمسين كيلو خمسين كيلو وعايزين نحط هنا وقود هنا وقود اكيد العربية الكبيرة الشاحنة هتوصل اسرع وهتاخد وقود اكتر لان المحرك بتاعها اكبر تمام خد بالك النقاط دي عشان مهمة جدا 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 تمام نشيل بتاع العلامات ونكمل طيب ده بالنسبة المحور دي الاجابات تمام نتأكد منها طبعا لا تقلها مش تنتقل بيحصل لها ايه يبقى الاجابات صح الحمد لله زي ما انت شايفين تمام تمام وده القسمة اهي هاسم هنا القسمة تمام المسافة على الساعة الوقت تمام السرعة عفوا وهنا برضو اسم مسافة تمام وبعد كده زي ما احنا قلنا تمام هنا هتبقى اعلى والكينتك اعلى والكارز اعلى والوقود اعلى في العربية الصفرة او طبعا السرعة تكون اقل والكينتك انرجي الطاقة الحركية تكون اقل والكار هيكون اقل كوة هيكون اقل الوقود الوقود الى تستهلك هيكون ايه اقل العكس ايه التاني ده المحور الايه الاول مهم جدا جدا راجعوا زي ما احنا قلنا هتغنيك عن اي حاجة المحور تاني هنتحن فيه هو اللي هو ايه الاجهزة والطاقة تمام الاجهزة والطاقة ده برضو مهم جدا جدا نراجع بسرعة عشان نحل الامتحان ولي اغلب الطاقات او كل الطاقات اللي بنتج اللي هي الكمنيائية الكميكال والميكانيكال والثيرمال والهيت كل الطاقات دي بتيج من فين من الشمس مهم جدا ممكن تجيلك ايه الامتحان الشمس هي المصدر الرئيسي ايه للطاقة يعني الطاقة الضوئية بتتجي من الشمس صح احنا هو مصدر الوحيد الاساسي could be converted into many forms of energy الطاقة اللي بتيجي من الشمس دي الضوئية اللي هي الشمس طول النهار دي بتخبط تخبط في النبات تخبط في اللوحي الشمس هي في كل حاجة ممكن تنقسم اللي تعرف حاجات كيميكال انرجي ممكن تنقسم القاقة كيميائية او طاقة حرارية او ايystem او قهربية اللي هي بقى هي. اللي هي ايه? اللي هي سلسلة الطاقة. تمام? ايش الطاقة الشمسية الممكن تنقسم الى ثلاث ايه اقسام? لو شمعة قيميكيكات تاقة كيميائية فيرمو أنže طاقة حراريا ايكترل الالكترقل PLAYSTACA ايه? wise I إ COMICAL Energy زي ساورد ايه فيique ek Miche complete طاقة اللي موجودة في بالصورن سكور. يعني زي الطاقة اللي موجودة في. فی الفي الغشب اللي بعد ما احرقوا. يديني الفح. او اللي موجودة فيه في الطاقة الشمسية او الحرارية في الخلايا الشمسية طبعا احنا عارفين ان فيه اغلب الناس زي مثلا اعملت الانارة في الشارع الحكومة ما بتشغلهاش حتى فيها الواح شمسية طول النهار بتتمتص الشمس اول ما الشمس تغيب بتروح منورته تلقائي من الشمس للشمس هي تحولت من طاقة ضوئية او حرارية الى طاقة ايه ضوئية تمام طيب هنا بقول لي يعني ايه بقول لي كل الاجهزة تحتاج الى الطاقة لتؤدي وظائفها يعني انا عندي لمبة محتاجة طاقة عادي اشغل اللابتوب ده محتاج طاقة انا نفسي كبنى ادم عايز امشي وتحرك واشتغل محتاج طاقة اللي هي الغزاء الحيوان عشان يمشي ويتحرك يحتاج طاقة النبات عشان يكبر وينمو محتاج طاقة تمام تمام يبقى كل حاجة محتاجة طاقة هنا بقول لي يعني ايه اللي هي مركبة الاستكشاف اللي هي اللي هم بعثوها للمريخ تمام عشان تستكشف المريخ طبعا عارفين عربية اللي وديناها لايه المريخ تمام او وكالة الناس وديتها المريخ عشان تستكشف المريخ طبعا تعاني نشوف السيارة دي اشغلت ازاي او ايه الطاقة المستخدمة هناك هنا بقول لي بقول لي مركبة الاستكشاف اللي في اللي كانت في مركبة المريخ كوكب المريخ يعني كانوا بتحكموا بيها تمام يعني ايه يعني محدش راكب المركبة دي ده هم قاعدين هنا في الارض وبيحكموها من خلال ايه من خلال من خلال طيب بقول لي بيستخدموا فيها بطاريات كمية يعني بطاريات طويلة الامت لو عندك عندك ساعة بتحط الحجارة من اي مكان تمام بتتبعد اسبوع شهر شهرين لكن المركبة دي ما ينفعش يحطوها حجارة عادية حطوها يعني بطاريات طويلة الامت نفس الحكاية كمان عشان ما يخسروش كتير و نظرا لحدوث اي حاجة غير متوقعة حطوا فيها الواح شمسية ليه عشان وهي هناك تمتص الشمس تمام هتحول ضوء الشمس الى يعني ايه هنا استخدمت الاول بطاريات طويلة الامت وما اعتمدوش عادة بس ممكن يحصل لها حاجة حطوا فيها الواح شمسية ها هتحول بتنقسم الى طاقة ضوئية عشان تنور قدامها وتصور انتو او الطاقة الضوئية تحولت الى طاقة حركية عشان تتحرك في سطح المريخ اتنين طاقة كهربية طاقة ايه حالرية عشان يقدروا يتحكموا فيها طيب يبقى احنا كده ايه المركبة دي استخدموا فيها استخدموا فيها اللونج لستنج بطاريات طويلة الامت واستخدموا فيها اللي هي الواح الشمسية عشان تحول طاقة حارية طاقة حركية طاقة كهربائية عشان تشغل الطاقة الكهربية ممكن ننتجها من خلال مصادر مختلفة تمام طاقة بقول لي الطاقة الكهربية ممكن نجيبها من ايه من المحطات توليد الكهرباء حنجيب الكهرباء منين ممكن نجيب الكهرباء من اكتر من مصر تعال نشوف اول حاجة باور ممكن باور باور مستخدم مستخدم نوكلير يعني ايه? يعني هنا معناها نووي. الطاقة الايه? الطاقة النووية. تمام? نمبر ثري. الطاقة اللي هي الكهربائي بتلتج عن طريق المياه. اللي هو الشلال بينزل على على الترابيم. فجيحولها. تمام? زي السدل عالي كده. برضو بستخدم الرياح لتوليد الطاقة الكهربائي دي. والطاقة الايه? الشمسية. عشان تشغلي يبقى. انا ممكن احصل الكهربائي من اكتر من طريق. عن طريق اه الفحل او الوقود. عن طريق الطاقة النووية او طاقة المياه او طاقة الرياح او طاقة الارواح الشمسية. تمام? اخد باك عشان ممكن تيجي فين في الامتحان اكبر. تمام? طيب نكمل. بقول لي بعض الاجهزة اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية بتستخدم ايه? بتستخدم بطاريات. تمام? آآ 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 البطارات دي عبارة عن طاقة كيميائية. الحجارات الريموت او اي حاجة دي اللي جواها ده كربون وطاقة ايه? طاقة آآ كهرة طاقة كيميائية. يبقى يجي في امتحان مثلا يقول لي. تمام? آآ 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 يعني ايه? يعني ان هي بطاريات هقدر اغيرها. قدر استبدلها. يعني حجارته خلصت هارميها واجيب غيرها. تمام? لعبة آآ الولد او لعبة البنت العروسة اللعبة. اي لعبة بحط لها ايه? ممكن اغير الحجارة بتاعتها. طيب. الناحية التانية. النوع التاني. يعني ايه? يعني آآ بطاريات قابلة للشحن. زي ايه? زي الموبايل. طبعا الموبايل لما البطارية تفضى. ما بخد ما برميهاش واحدة غيرها. لا طبعا بحط ايه? بستخدم الايه? الالكتريسيتي انرجي. عشان ايه? عشان اشحنها. برضو انا ممكن يقول ممكن يجيب لك حاجات في الاختيار. بقول لي مثلا ذا انرجي از آآ 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 يوز المستخدمة ان ريتشارج آآ آآ موبايل از هقول له الالكتريسيكال انرجي. الطاقة المستخدمة في شحن الموبايل هقول له ايه? طاقة ايه? طاقة كهربية طبعا. انه بحط الشاحن وبيشتغل. طيب اللي في الالعاب هتكون ايه? هتكون هتكون طاقة كيميائية كيميكال ايه? انرجي. طيب هنا بقول لي law of conservation of energy. اللي هو قانون بقاء الطاقة. تمام? طبعا تجاه في البحان لا محالة. ايه هو بقى? بقول لي energy is neither created nor destroyed but it's converted from one from to another. بقول لي بقول لي الطاقة لا تفنى. تمام? اما ايه? بتتحول الى طاقات اخرى. يعني ايه? يعني الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدد. يعني ايه كلام ده تعانشوف. اما اللي بتروح فين الطاقة? تعانشوف. في عندي طاقة اسمها طاقة مهضرة. lost energy. بقول لي so. لذلك the devices convert energy from one from to another that may not be the main function of the device. بقول لي بقول لي اه هذه الاجهزة بتحول الطاقة من طاقة الى اخرى. تمام? ربما not be the main function. مش بتأدي نفس الوظيفة اللي هي محطوط عشانها. of the device. اسمها ايه بقى? اسمها lost energy. so the energy is lost in another from but not not destroy. يعني الطاقة بتنتقل مش بتفنى. طيب ادينا مثال طيب انا عندي مصباح كهربائي. تمام? وحطت الفيشة او حط. شغلت الايه? الزرار بتاعها. لما شغلت الزرار انا عملت ايه? عملت input. دخلت مدخلات. ايه المدخلات اللي دخلة للمصباح? اللي هي electricity electricity الكهرباء. تمام? طيب الكهرباء دي ايه? هتتحول. هيحصل لها ايه? هيحصل لها convert. تتحول. صح? طيب تحول ايه? لطاقة ضوئية. خلاص. هنا بقول لي خد بالك مش كل الكهرباء اللي طلعت من من السلك راحت للضوئية. امال ايه? في طاقة مهدرة. ايه هي بقى? الطاقة الحرارية. الطاقة الحرارية. يعني ايه? لو مسكت اللمبة هتلاقى سخنة جدا جدا جدا. طيب ليه الوظيفة اللي انا حطت عشانها اللمبة هي وظيفة ايه? النور. طاقة ضوئية. فهي نورت لي. فالطاقة الحرارية انا مش مستفد بها. تمام? عشان كيف نسميها طاقة ايه? طاقة مهدرة. تمام? اه اديك مثال تاني. تمام? الغسالة مسلا. ها? بدخل لها ايه? بتاعتي. ها? بديها الالكتريسيتي انرجي. طاقة كهربي. بيطلع لي بيطلع لي ساونت انرجي. طاقة صوتية. اند اه اه كينيتك انرجي. طاقة حركية. اند اه ايه تاني? طاقة ايه تاني? طاقة صوتية وحرارية. اه. اند هيت انرجي. وطاقة اه اه حرارية. طيب فين المهدرة في تلات دول الحرارة ما باستخدمها. عشان تتنشف في العصر الهدوم. والطاقة الحركية عشان تشغل محرك. الطاقة الصوتية. الصوت بتاع الغسالة ده انا مسبد منه. لا يبقى هنا الطاقة المهدرة هنا ايه? الطاقة الصوتية. تمام? ركز معنا. في طبعا مست كان موجود مبارح ان حد بيقول في ولد بيقول مامتو. تمام? ازاي الطاقة المهدرة في المصباح? الطاقة الحرارية ما احنا بنستخدم الطاقة دي. اللمبة عشان ده في الفراخ. تمام? طبعا ده تفكير تفكير سليم جدا جدا جدا. تمام? لو انت هستخدمها الغرض ده. تمام? انت هنا كده ما فيش عندك طاقة مهدرة. لو انا جبت اللمبة. طبعا تبصدك انا موجود مبارح على الجروب. تمام? على الفيس الولد بيقول لا. انا بالنسبة لنا ماما بتحط اللمبة. تحطها للفراخ. بتنور الفراخ. وبتدفي الفراخ. فهنا كده احنا ما عندناش ايه طاقة مهدرة. فلو لو استخدمت اللمبة للتدفئة الفراخ فانت ما عندكش طاقة ايه? ما عندكش طاقة مهدرة. تمام? لكن لو لو استخدمتها الاضواءة بس. يبقى عندك طاقة. طيب. هنا بقول لي. اه نرجع طاقة للحطة الشرحة دي عشان مهمة جدا. بقول لي. عشان قولت عليكم بس الملخص ده مهم جدا 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 عشان. طيب. هنا احنا قلنا ايه? الطاقة المهدرة. تمام? يعني ايه? بقول لي الطاقة المهدرة هتخرج في صورة اما حرارة. يا اما حركة. يا اما او تصادم او او حركة او مقومة. تمام? مثال. بقول لي الطاقة الحرارية. التي تنتج عند تشغيل المكنسة الكهربية دي طاقة مهدرة. انا بحط الفيشة عشان اشغل ايه? محتاج مين? محتاج انها تنظف. تمام? فدخلت. ها? طاقة كهربية فدت لي ايه? طاقة اه صوتية. فالمكنسة ايه? عالي. انا استفدت من صوت المكنسة بحاجة? لا. فدي طاقة ايه? طاقة مهدرة. طيب. طيب. طبعا كلمة معناها مدخلات. يعني مدخلات? يعني الحاجة اللي بدخلها للجهاز عشان استخدمه. وليكن التلاجة بتاعها الكهرباء عشان تشتغل. تمام? اه بالنسبة بتاعه ايه? الجاز. الغاز. عشان يشتغل. طيب اللي. ايه? الحاجة. يبقى في حاجة اسمها المدخلات المخرجات. مهمة جدا. خد بالك برضو فيه طاقة مهضرة. تمام? بقول لي سلسلة الطاقة. يعني سلسلة الطاقة دي هنعرفها دلوقتي. بتسمح لي ان انا اعرف ايه هي المدخلات اللي دخلها للجهاز. وايه هي المخرجات. طيب. هنا بقول لي هنا سلسلة الطاقة. سلسلة الطاقة عشان اللامبة دي تنور. ايه هي المراحل اللي مرت بيها? المراحل دي كلها? تمام? تعال نشوف المراحل. اول حاجة عندي بقول لي يعني ايه? يعني طاقة كيميائية. تمام? احنا قلنا الشمس هي المصدر الاول. بعد كده بتتحول لطاقة كيميائية. ده اول حاجة. نمبر تو. الطاقة كيميائية بتحول ايه? هم? طاقة ايه? طاقة كهربية. ها? بعد كده الطاقة الكهربية بتديني يعني كده ركز معي الشمس وبعد كده الشمس بتديني طاقة كيميائية. الكيميائية دي بتتحولها الى طاقة كهربية. الكهربية بتروح لمن للمصباح? المصباح ده بينتج لي بينتج لي آآ حاكتين. المخرجات بديني طاقة ضوائية يعني طاقة حرارية. طب فين المهدرة هنا? عشان انا مش بستفيد من الحرارة بحاجة انا محتاج للضبط. نكمل. طبعا الاسألة دي صدقني مش هيخرج منها الانتحان. طيب هنا بقولي. يعني ايه بقولي ايه هي الطاقة? الناتجة عندما آآ الصدمة او عنده آآ صعبان البحر المائي يهجم على ايه? على فرستو. اللي بحصل له طبعا بتحول الطاقة ايه? تمام? بحصل لها ايه? الطاقة كيميائية تحول ايه? لكهربائية. تمام? كيميائية تحول لكهربائية. احنا قلنا اساس اساس كل الطاقات الشمس. وبعد كده شمس تحول لمن? لكيميكال. فالكيميكال ده اساس في كل حاجة. هتحول لمن? لكهربائية طبعا. فيش حاجة غير كده. انه فيش حيارية. وما فيش هنا ايه كهربائية. طبعا. طيب نمبر ايه سفانة. بقول لي ايه هي الطاقة? سلسلة الطاقة? الناتجة عنده عنده تحرك الفيل في غابات السفانة. اللي بيحصل? بقول لي بتحول لكيميكال يعني حرارية الى كيميائية الى اميكانيكية طبعا لا الحيارية مش هتكون اول حاجة غلط. طب. هنا رادي آآ راديانت كيميكال ميكانيكال لا طبعا هنا ميكانيكال كيميكال يعني ميكانيكية وبعدين آآ كيميائية وبعدين حيارية طبعا ايه هي الاساس للا ايه لكل حاجة اللي ايه الكيميكال. تبقى كيميائية. طب الكيميائية دي جات من اين? العشب اللي هو اكله. هم? احنا قلنا النبات بيحول بعد كده اللي ايه? لكيميائي. بعد كده ميكانيكال حركية او ميكانيكية بعد كده ثيرمال حركية. لما يتحرك اللي يحصل له جسمه ايه? جسم ويحصل له حرارة. يبقى الإجابة الصحيحة كيميكال دي سلسلة تشين. وبعدين ميكينيكال. بعدين ايه? طيب. نمبر ثري. ابوي لسنين لسنز تو ميوزيك. الولد بيستمع الموسيقى. وذ اديجيتال ميوزيك بلاير. معاه مشغل بيشتغل بالايه? بيشتغل بالحجارة. ركز معاه في المعاني دي عشان عرفك. هو قال لك شغال بالحجارة ولا شغال بالكهرباء. قال لك ديجيتال ميوزيك بلاير. طيب. يعني ايه? اي ما هو افضل? وصف للطاقة. لسلسلة الطاقة. تمام? اه اللي شغال بيها الجهاز ده. الديفايز ده. اوصف انت بقى. بقولك ميكانيكال. تحول لكيميكال. ليه الكتيريكال. لا طبعا عمر الميكانيكال ما تكون هي ليه? الاساس. طيب. نمبر تو. كيميكال. بعدين ساوندز. بعدين بتحول الطاقة الكيميائية الى صوتية. وبعدين كهربائية. لا طبعا اكيد الصوتية هتكون اخر حاجة. طيب. ولا طاقة كهربية وبعدين طاقة حرارية وبعد طاقة صوتية. ده طبعا هو هنا اللي اصلا استخدمت. استخدم فوق ايه? يعني حجارة. عمر ما هجيب كهرباء ابدا دلوقتي. تمام? يبقى ايه الحجارة اولها ايه? اولها كيميكال. الحجارة احنا قلنا طاقة كيميائية. طيب الكيميائية دي تديني مين? تديني الكتريكال. تديني كهرباء للجهاز. الجهاز بعد ما اخذ الكهرباء بتديني ايه? بتديني ساوندز. صوت الموسيقى اللي هو ايه? يسمحه داك من التحليل ده واستبعد الاجابات اللي ايه? الغلط. طيب. سلسلة الطاقة. بقول لي ما هي سلسلة الطاقة اللي بتنتج فيه يعني فرن الكهربائي. الفرن بتعمل فيه حاجات في البيت. ايه هي السلسلة اللي انت شايفها? ايه هي المدخلات? وايه هي المخرجات? عشان شغل فرن البيت. ها? بتديه الاول ميكانيكال. انرجي? لأ طبعا. يبقى انت مغير ما تكمل. استبعادة ميكانيك. بتديله كيميكال انرجي. انت بتشغل الفرن بتاع البيت بالكيميكال دي بقى حاجرة رموت. تشغلها بالرموت? لأ طبعا. طيب بعد كده بتديه الاول كيميكال. وبعد كده بديك صوت وبعد كده بديك كهرباء? طبعا بحقي غلط. ولا بتديه تحط الفيشة كهرباء وبعدين ثريمال بعد كده بديك ايه? بيديك حرارة وبعد كده بديك صوت طبعا الاجابة الصحيحة وبعدين وبعدين بدي له كهربة بيديني ايه حرارة وبيديني معها صوت كمان المروح بتاعت الفور طيب ايبقى ايجابة الصح دي دي طيب بعد كده بقول لي ما هي الاستخدامات او ايه هي الطاقة الضوئية اللي تستخدم لانتاج الطاقة او الطاقة الضوئية بنحصل عليها منين عشان انا اجيب كهربا عندي خدناها في الاول خالص اقدر اجيبها منين احنا قلنا من الفحم والفحم بعد كيه بتحول ليه ممكن اشغل المحافظة الكهربا من خلال الفحم او من خلال يعني ايه من خلال الشمسية بنجيب الواح شمسية اشتغل بيها او الفحم لكن طبعا ده غلط مش عندنا خلاص في الدرس يبقى الاجابة الصح عندي ايه هنا ايه ان بي اللي هي ايه اللي هي من خلال الفحم ومن خلال الطاقة ايه لالواح الشمسية نكمل صدقني انت مش محتاج حاجة بعد المراقعة يعني اكمل بيقول لي ايه هي المصدر الرئيسي للطاقة طبعا انت لازم تكون عارف الترجمة دي كلها مش هتعرف تحل حتى لو انت مذكر صح الا ما تعرف الترجمة دي فهنا انجلش مهم جدا جدا واللغة مهمة جدا جدا. مين سورس يعني المصدر الرئيسي. مين هو? هقول له صن. ذا صن. طبعا صن بتاخد ايه? ذا. شان انت حاجة معرفة. ذا ريموت كنترول ديفايزز. ان سبيس ديبند. مينلي اون ذا انرجي. بيقول لي اخد بالك. الريموت كنترول الجهاز ريموت كنترول في الفضاء. بيعتمد على ايه? طبعا بيعتمد على اللي هي ايه? او كيميكال انرجي. ذا كيميكال انرجي. الطاقة اللي بنستخدمها في الاجهزة اللي بنبعثها زي 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 المركبة اللي بعتناها المريخ. كيميكال انرجي طبعا طاقة ايه? مياي. ولا كهربائية? لا. كيميكال ايه انرجي. طيب. نومبر ثري. انرجي اذا انرجي يوز انذا الكتيريك الكتيريك شاربينر. بيقول لي الطاقة ناط هي الطاقة المستخدمة في البراية الكهربائية. بشغلها بايه? اكيد بكيميكال انرجي. وايل نقط انرجي اذا بريديوست انرجي. الطاقة هي اللي بتنتب. طاقة ايه? ذا. هقول اه كينيتيك انرجي. الطاقة الحركية. ايه هي الطاقة هنا? المهضرة اكيد وهنا ببري. تمام تمام? بيحصل لي هنا حاجات ها? الطاقة الحركية انا ما سفتش منها. انا باخد بس ايه? ببري الالم. فالحركة دي انا ايه? الطاقة الحرية عفوا اللي هو احتكاك الالم بسن البرية انا ما بسفتش من ها حاجة. تمام? ايه الحركية ايه? بتفيدني. the lost form of energy. هي الطاقة المهضرة during its operation. خلال هذه الايه? طيب. list the energy chain of an operation air conditioner. بقولي ما هي سلسلة الطاقة الناتجة في air conditioner. في التكييف بتاع البيت. ايه هي السلسلة مكنتو صفالي? knowing that uses light energy. تمام? بيقولي ايه هي? خد بالك السلسلة اللي في air conditioner. ومع الاخذ في الاعتبار ان الطاقة الضوئية هي اللي ايه? هي اللي مستخدمة. تمام? طبعا. انا بعمل ايه? انا هنا الطاقة اللي دخلة أو هنا طاقة كيميائية بعد كيف تديني إيه طاقة ضوئية طاقة كهربية الطاقة كهربية لما تدخل الجهاز تعمل لي حاجة تديني طاقة حركية طاقة حرارية تمام ده الإيه الإجابة الصحيحة تمام هرجع لها تانية جماعة اشوف بس اللي اجي نحديت صح ولا ولط? نطلع فيه كده اشوف انا حالي صح ولا ولط ان مش تأكل من منه اه زي ما هو قال لي فوق ان هتبدأ بايه? باللايت انر جي. هو حطها ليه فوق. اللايت الطاقة الضوئية دي هحولها لكهربية وبعد كده كهربية هتيديني الهو حركية وبعد كده هيديني ايه? هيديني حراري. احن حلقناها صح? بس انا انا قلت فوق كيميائية لكن هو يعني هو قال في السؤال ابدأ باللايت ما تحطش الكيميائية. طب عرفت منين? هنرجع للسؤال تاني واقول لك عرفت منين عشان كده هرجعت للإيه للإيجابة. بص كده معي. عرفت منين? اهو. هو قال ايه? يعني ايه? يعني هتستخدم اهو. ابدأ بالايه? بالطاقة الضوئية. يبقى انا هتحط بيه هنا. طيب الطاقة الضوئية تديني ايه? هتديني الالكترسيتي. تمام? كهربة وبعد كده هتديني ايه? الكهربة لما دخلها للجهاز هتديني حركية عشان يشتغل وهتديني ثيرمال حرارية عشان يدين تدفئة او تبريد. نكمل. طيب هنا بقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على الحاجات دي. ايه هو ده? ده قانون بقاء الليه? الطاقة. تمام? هقول رول اوف ده انرجي. قانون الليه? الطاقة. الطاقة لا تتفنى ولا تستحدث منها. the lost form of energy during the operation of the television. ما هي? الطاقة المهدرة خلال تشغيل التلفزيون ها? هقول له heat energy. الطاقة الحرارية. الصوتية انا بسفد منها. تمام? وي اه اللي انا بسفدش منها اللي ايه? التلفزيون بيسخن. فانا بسفدش منها. يبقى اقول له heat ايه? heat energy. دي الطاقة المهدرة. energy produced as monkeys loudly call each other in the forest. بقول لي ما هي الطاقة الناتجة لما تتكلم بصوت عالي لبعضها البعض في الغابة. اكيد طبعا الطاقة ايه? صوتية. sound energy. طاقة ايه? صوتية. طيب اخر حاجة بتايلة عندي? لأ لسه في سؤال تحت. انت مش مطلوب منك غير الاسئلة دي. صدقني هتروح الامتحان وانت حاطة بطنك بطي خصيفي. عشان تراجع من اول تاني مذاكرة او لا. انت كفات? انا بقول ايه? put true in front of the right sentence and false in front of the wrong. حط صح ولا غلط? only sounds energy is produced from the operation of the wishing machine. لازم ترجم صح. بقول لي فقط. الطاقة الصوتية. هي الطاقة الناتجة من العملية لما شغل الوشن الوشنج مشين. استدلسات الاطباق. لما شغلها. الصوتية بس اللي تنتج? لأ طبعا. صوتية وحركية تمام? وحربية كمان. يبقى heat energy and kinetic energy and sound energy. بقول له ايه? false. غلط طبعا. طيب. electric energy never converts into other form of energy. يقول لي الطاقة الكهربية مستحيل تنقسم او تتحول الى طاقات اخرى. طبعا اقول له ايه? غلط. زي المصباح. زي قلتها قبل كده الغسالة بتدينا صوتية وحركية. في لازم يكون فيه lost energy. بقول لي البطاريات تمام? بتكون طاقة كيميائية. طبعا البطاريات كلها طاقة كيميائية. يقول له ايه? true. the thermal energy produced from the electric lamp is lost form of energy. الطاقة الحرارية تنتج من المصباح الكهربائي تكون is the lost form of energy. الطاقة الايه? المهدرة. لازم تترجم كده. بقول لي الطاقة الحرارية. النتجة من تشغيل المصباح الكهربائي هي طاقة مهدرة lost energy. طبعا اقول له ايه? صح? ان انا ما استفيدش منها باي? باي حاجة. تمام? نعمل كلير عشان يكمل. طيب. نشيل ده عشان ايه? اخر سؤال بتايا لي معنا? بقول لي look at the opposite figure then complete using the given goals. بص لي الرسم اللي قدامك وحط الايه? الاجابة في المكان الفاضي. كلمة heat هترجم ده. يعني حرارة friction يعني حركة. transverse تحول destroys يعني ايه? يعني تفنى kinetic يعني حركية. بقول لي when the ball hits the bowling pins. لما الكرة تخبط كرات زجاجات اللي ايه? البولنج دي. اللي بيحصل the energy inside الطاقة التي بداخل الكرة بيحصل لها ايه? هم? هقول له transverse. تنتقل to the fence so they move. عشان كي بتحرك. الطاقة اللي انا رميت بيها الكرة انتقت من الكرة للكرة عشان كده ايه? واعت. بحط هنا ايه? بحط هنا دي number ايه? number one. transverse. تمام? اجيب القلم عشان تبقى معي. دي دي number ايه? number one. تمام? اجيب دي number ايه? one. تنتقل من الكرة اللي ايه? الكرة. after hitting the pins the ball stops. بعد ضرب الكرة للزواجات الكرة بتوقف. so لذلك the energy doesn't. الطاقة مالها ده نفي. but it transferred to the pins in the form of kinetic energy. بيقول لي هنا لما الكرة تخبط الكرات الزواجات. الطاقة مالها? doesn't? لازم نفي. doesn't destroy. يعني ايه destroy? يعني لا تفنى. عمال بحصل الله ايه? تتحول من الكرة لزواجات. number three. part of the kinetic energy. جزء من الطاقة الحركية. of the ball. الكرات. is converted. تنقسم الى into. heat energy. طاقة حرارية. due to. تؤدي الى نقط. with the ground. بتأدي ايه? بتأدي الى heat three. الطاقة الحرارية. دين ايه? الكرة وهي مشى بتخبط فين في الارضية. فهو بقول لي بتحصل ايه? بتعمل لي طاقة حرارية بتؤدي الى due to. معناها تؤدي الى with the ground. تدين ايه? تدين ايه? في الدين ايه? heat. حرارة فين? في الارضية. number four. is the lost form of energy. ايه هو? ايه هو الطاقة المهدرة? هنا. that doesn't contribute the function of the ball. ولي ما هي الطاقة المهدرة? في العميدة كلها. اللي ما بتديش وظيفة او ما بتعملش اي حاجة في ضرب الكرات دي. هقول له ايه? هقول له friction. تمام? friction هي نمبر ايه? number four. طبعا هي ايه? الطاقة ايه? المهدرة. لان لو قلت الحركية الحركية مهمة جدا هي اللي وقعت لليه? الكرات. تمام? طيب. هنا اخر حاجة بقول لي cross او the wood word. علم مع الكلمة المختلفة. تمام? بقول لي hair dryer. مجفف الشعر. solar heater. اه اه سخان الشمسي. ووشنج مشين لغسلات الاطباق بعكاية تاليفيجين. انت شايف هنا ايه هي? ايه شيء اللي مختلف هنا. ها? طبعا. وكلهم بيحتاجوا الالكتريسيتي. عشان فيه انبوت مدخلات يبقى المختلف عندي ايه? السولر هيتر. ليه? لانه بيجيب المصدر بتاعه من الشمس. مش من الكهرباء. تمام? طيب. اللي هو الوقود. برضو. وقود. تمام? ده جهاز. ده وقود. طيب فين وقود. ده العربية محتاجاها عشان تتحرك. ده ايه? ده انبوت المدخلات. طب الفود برضو عشان الحيوان والانسان يتحرك. ده برضو انبوت مدخلات. طب البترز برضو كيميكال انرجي ده انبوت مدخلات عشان اللعب تتحرك ويغيره. لكن ده مش مدخلات. ده جهاز. يبقى هعلم علي على الالكتريك. تمام? اعتقد انا كده خلصت. تمام? يا رب تكون استفدتم من المراجعة دي وتغنيك عن اي حاجة بعد كده ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله. تالي دي خلاص كده خلصنا? او دي الاجابات نتأكد منها. اصلا. اتقال اتقال اخير. تحلناها غلط. دي هنا مش كيميكال احنا عملناها تمام? ودي ايه? هي مهدرة. تمام? وبعدك ا تكونه صحة الحمد لله. كله صح قلنا غلط غلط صح بعد كده قلنا تمام الطاقة الحيارية هي دي برضو غلط هنا بقولي الطاقة اللي هي حيارية اللي انقسمت الى او قدت الى الى هنا ايه احتكاك مع الارض هنا مش هي هنا الطاقة الحيارية هي هي المهدرة تمام بعد كده زي ما احنا قلنا هي المختلفة هي المختلفة كده احنا خلصنا نشوفكم على خير بإذن الله لو استفدتم تشتعملوا شير عشان الناس كلها تشتفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته